حديث رواه الإمام المسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما تفرق يعني رأي هذا الحديث قال لما تفرق القوم من حول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال له ناتل أهل الشام رجل يقال له ناتل أهل الشام قال له أيها الشيخ حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة سعفعل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول من تسجر به النار أو يحاسب يوم القيامة شهيد رجل مقاتل في سبيل الله فيقربه الله عز وجل يوم القيامة فيعرفه نعمه فعرفها فقال بما عملت فيها فيقول يا رب قاتلت فيك حتى قتلت حتى استشهدت ففي رواية يقول الله عز وجل له كذب وتقول الملائكة كذبت بل قاتلت ليقال الجريء فقد قيل فيؤمر به فيصحب على وجهه حتى ألقي في النار لا إله إلا الله ألغى آخر عليه الصلاة والسلام جي حديثة كي لأنها مسي أبو هريرة حديثة مسلم نخفى نعن نعن في الله أنا أبوك نعن كي نخل أم مسلم جي حديثة كي مهين ملانق أبو هريرة ربي نيرا لن يفينيه إتو إيرين دي خمين دي نعفا شامين كانار نعفا إفلا ما بأنا تلي نعفا أبو هريرة تيري أنا أخي تنغان فوري موواما من سخوما موواما نيخا مخورا سمو حديثة ديرا خيرا ما سين ديرا كونئي يتكا نخميارا أبو هريرة مهومنا نعن خان حديثة دورسي نعن خان حديثة بو أل أبو هريرة الصحابي ياما أبو هريرة نعن خمسي رضي الله تعالى أنه أبو هريرة بن من change يامحبا from أحليثة أبو هريرة تكثر أبو هريرة نعفا مهومنا نخميارا أبو هريرة أبو هريرةолов من المسلمي الخيرايرا أسعالي من سلgin اعقلي الخيرا ! لا يreiæろ ج Smart سيكون شكرا لك شكرا فاقسون شكرا للمتابع شكرا يا همه لدينا حديث شكرا يا أخير فمؤمن تقول أنه أبو هريرتا يعاني على كل مقابلها فإنه سنة يقول ، عندما تقول ، هل أنه أبو هريرتا سيكون أناه أمن لقد يا أبو هريرتا يعاني أعطيكم هذا كان أبو هريرتا رضي الله تعالى عنه كان هذا الذي يمكننا فهsight عربية كان هذا علينا بعد ذلك أبو هريرتا هو أنه المعينة من إستغيل يقول محمد صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر